النهاردة بنتكلم في موضوع مش بس مهم هو موضوع نفسي واجتماعي وقانوني وشرعي وكل الحياة النهاردة بنتكلم عن الرضا وعدم الرضا بقى لي فترة كده معهودش مع حد بصوا بقى يعني خلينا كده ندردش الاول مع بعض ستات او رجالة يعني انا كستة لما بعض مع اي في مكان في كوافير في نادي في اي مكان ملكه مش مبسوطة فيك ايه انت متخنق مع جوزك لا لا خالص والله مع انه بقى له فترة حتى ما بيدايقنيش وتمام طب انت مالك فيك ايه ده لسه شايفة صورك حتى في المصيف بقى وعملت تتصوري وستوريهات وحركات تقول لي لا 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 ده منظر بس كده استوري قدام الناس عشان الناس بس تعرف الاماكن اللي انا بعض فيها في ايه مالك تقول لي معرفش عندي حالة كده من الهم مش مبسوطة باي حاجة بعملها مش مبسوطة باي حاجة في حياتي اقول لا يا بنتي اردي بقى احمدي ربنا ده انت جوزك راجل كويس وفيه ستات كتير قوي تتمنى الراجل كويس وانه هو محتويكي وبياخدك ويفسحك ويصرف حليكي وحاجات كتيرة ستات كتيرة تتمنىها تقول لي لا ما انا عارفها بصه يا اهم حاجة لا ما انا عارفها بس مش عارفها ما علينا يمكن حالة كده انتو عارفين لما كنت مثلا ابقى متضايقة مثلا او حاسة ان انا مش مبسوطة انا كمان بتجي لي حالات كتير او بحيس ان انا مش مبسوطة فلما بروح لولدتي واقعد معيها كل واحد بيروح للحضن الدايفي اللي عنده اللي قدر يطبطب عليه فكانت تقول لي حاجة حلوة اوي كانت تقول لي بقولك ايه ما تبصي للنعم كتير اللي عندك بص انت عندك كم نعمة ناس كتير اوي تتمنيها فقال لها اه والله انا عارفة انا عارفة انا يعني انا مؤمنة وعارفة ان انا عندي نعم كتير ربنا رزقني بيها تقول لي تبلأ بصي عليها بدل ما تبصي على حاجة تانية تدايقك فكت اسيب القعدة واروح كده واحد اقول ايه اه الحمد لله انا عندي نعم كتير اوي انا بعمل كذا وبشتغل كذا وعندي كذا وكذا خلاص باخد المسكن ان انا بص للنعم ونام اقوم تاني يوم ارجع افكر في الحاجة اللي انا كاب بتدايقني فهل الرضا ده الرضا وعدم الرضا يعني انا عندي امكانيات ان انا اشغل زرار الرضا يعني هل احنا مش عارفين يعني نوصل لمرحلة الرضا دي ازاي انا عايزة اقول ان اه في كتير مننا اوي ما يعرفش يرضى ازاي هو بيقول لنفسه زي ما انا كتير ساعات بقول لنفسي انا راضي الحمد لله يا رب انا راضي اه بنقولها بس هل احنا بننفذها على ارض الواقع يعني بنشغلها فبنبقى راضين فعلا ولا بنلبس ماسك الرضا اللي هو انا بقول لنفسي كده وخلاص عشان ارتاح وعدي اليوم فعدم الرضا ده والتماس النعم يعني النعم اللي في حياتنا عشان نرضى وعشان نكمل وازاي نقدر نقف بقى للسوشيال ميديا يعني ازاي انا كست لما اجفتح التليفون كده وبص على الانستجرام ولا الفيسبوك ولا ولا ازاي ما شوفش حاجة وقول تدايقني او احس ان انا نقم على حياتي اه شمعن انا مش كده فيه بنات كتير قوي يا جماعة بتبص على الحاجات السوشيال ميديا دي تقول ايه هو انا ليه مش حلوة زي البنت دي هو انا ليه خطيبي ما بيعملش معايا زي ما خطيبها بيعمل هو انا ليه هو انا ليه هو انا ليه 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 الاسئلة دي كلها ممكن توصل بني ادم سواء ستة او راجل يجيلوا احباط فاكتئاب فانتحار كل ده عشان احنا ببنعرفش مبنعرفش نتحكم في مفاتيح النعم والرضا اللي في حياتنا عشان كده الحلقة دي انا ذات نفسي هتعلم معاكو ازاي ارضا